ده بالنسبة لمرسيكور النهاردة اشهادات كبيرة بكل لعيب النادي الاهلي واكلم عنهم كلهم بس اهم واحد بالنسبة لي هو علي معلول علي معلول اعتقد هو مش احسن صفقة او احسن محترف جين النادي الاهلي يعني فيه ناس تقولك ايه ده احسن محترف جين النادي الاهلي فيه ناس تاني تقولك ده واحد من اللعبين المهمين جدا الصفقات العظيمة اللي عملها النادي الاهلي اخر عشر سنين واحد تاني يقولك والله ده يتحط في قائمة افضل ظهير ايصر جنف تاريخ النادي لاي كل بس بتحط مواصفات او بتحط مسميات لعلي معلول في رأيي ان علي معلول واحد من قائمة في اعظم لاعب النادي الاهلي على مر التاريخ طيب هل انا ببالغ تعني مشيها واحدة واحدة الراجل ده على ما اتذكر انضم النادي الاهلي على ما اتذكر في 2014 انا بجيبها بالذكرة افضل واحد او 2016 علي معلول 2016 افضل واحد يبقى مفتاح لعب للنادي الاهلي افضل واحد يعمل عرضيات افضل واحد سبات في المستوى افضل اكتر واحد شارك في مباريات خلال هذه الفترة من 2016 والاهم بالنسبة لي فعلي معلول شخصيته شخصيته ده لاعب نوع صغير بلعب في منتخب تونس الكبير ده لاعب من وهو عنده 22 او 23 سنة هو كابتن لفريق كبير الصفاكس التونسي فعنده كمان صفات قائد النهاردة المباراة متسهلة على النادي الاهلي ولحد اخر اللحظة بيصنع هدف لحد اخر اللحظة في منطقة هجومية جيدة يدافع كويس يهاجم كويس مركز طول الوقت شخصية كبيرة لا هو مرة تشوف علي معلول عنده رعونة في الأداء ولا في مرة تلاقيه مثلا بيتهرب من المشاركات ولا في مرة تحس ان عنده ايجو عالي كده وانا علي معلول ده اهم العيب في النادي الاهلي ولا الهوى شخصية رائعة بجانب مستوى الرائع هو شخصية رائعة هتقول لي لأ يا كريم بس معالي معلول في مطشات لعبها مش كويس طبعا طبعا يعني في المسيرة دي ليه مطشات مش كويسة بس مثلا مثلا يعني لو قلتلك لعب 200 مطش مع الاهلي هو اكتر من كده لعب 200 مطش مع الاهلي تفتكر النسبة بتاعت علي معلول في 200 مطش انه يطلع فيهم مش كويس هتبقى قد ايه بالكتير بالكتير يعني 10-15 مطش ودي نسبة رائعة رائعة بيعملاش لعبين كبار او بيعملوها اللعبين الكبار في العالم يعني دي نسبة رائعة محترف 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 أصلي علي معلول محترف أصلي مش المحترفين المضربين محترف أصلي بيقولولي كبان اهو نعلي معلول ساهم في 108 هدف مع النادي الاهلي ايه الرقم ده سواء بالتسجيل او بالصناعة طبعا رقم كبير وضغم لزهير ايسر رقم رؤى